وبهذا الأمن الذي بهذا البلد الحرام استفادت منه قريش كما قال ابن كثير الرحيم والله في التفسير استفادت منه في أسفارها وفي إقامتها في البلد الحرام ففي السفر يعرفون فلا يتعرضوا لهم بل قال إن من انضم إليهم في السفر ولو لم يكن منهم فإنه يكون آمن لأن الناس يحترمون قريشاً باعتبار احترامهم لهذا البيت قال عز وجل لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف لهم كما قال رحمه الله لهم رحلتان بالشتاء إلى اليمن وبالصيف إلى الشام وفي هاتين السفرتين في تجارتهم وفي غيرها هم آمنون مطمئنون